السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع اليوم يكون بخصوص إزالة الفلاش من العين أو اللون الأحمر سأعلمك كيف تشيل الفلاش من العين بثلاث طرق أول طريقة ببرنامج الفوتوشوب ثاني طريقة ببرنامج الفوتو انسترومنت وهذا سيكون الشرح موجود على القناة وتحت الشرح الذي سأقوم به الثالث طريقة هي عن طريق موقع الإنترنت يعني بشيل الفلاش من العين سنذهب أول حاجة على برنامج الفوتوشوب ونعمل فايل سأختار أي صورة فيها فلاش مثلا عندي هذه الصورة كما نرى الصورة هنا في فلاش في العين أو زي لون أحمر سأقرر الصورة عشان نشوف الفرق بعد التعديل هنا كما نرى نشيره للون الأحمر سنقوم بالأداء سنضغط كيمين ونعمل Red Eye Tool سنضغط على اللون الأحمر مرة واحدة سنضغط على اللون الأحمر سنضغط على اللون الأحمر سنضغط على اللون الأحمر سنضغط على الصورة بعد التعديل كما نضغط على اللون الأحمر أداء اسمها Red Eye Tool هذا بالنسبة للفوتوشوب الناس الذين لا تستخدموا فوتوشوب سيستخدموا برنامج برنامج Photo Instrument شرحه وكما قلت سيكون الشرح حتى تدعى تدعية كيف تثبته وفعلته سأقوم بالفايل Open وأختار الصورة ونضغط You سأقوم بالألم نظرت جواب برنامج حاجة هنا على الأداة التي هي نصفها أحمر ونصفها أزرق المقسومة اثنين دي تمام هندوس عليها و هندوس على لون الأحمر تمام عشان نشيل الفلاش او اذا ما احنا شايفين ان شاء له من غير اي مشاكل اذا ده برنامج فوتو انسترومنت و دي تاني طريقة لإزالة الفلاش من العين اما تالت طريقة عشان تشيل الفلاش من العين هو الموقع دوت اسمه فوتر هيكون موجود تحت الفيديو او ما هيبتح معك المنظر ده تمام هتدوس على try it now هادي لك الوجه ديت لو هيحمل معك او حاجة سيبه لحد ما يخلص تمام عشان تدخر الصورة بتاعتك على الموقع عشان تبدأ تعدل عليها هتلاقي هنا الصهم ده هتدوس عليه كده هيظهر لك قائمة هتعمل اد فوتوز وبعدين كمبيوتر تمام عشان تختار الصورة بتاعتك هاختار نفس الصورة وهقول اوبن هتنزل لي هنا هدوس عليها مرة واحدة عشان تظهر لي هنا تمام عشان تعمل زوم للصورة بتحرك المؤشر ده كده شوية او كده بيبدأ يتحرك معك دلوقت عشان نشيل الفلاش من العين حاجة هنا اختار الاداة اللي هي اسمها red eye remover تمام ومن هنا ببدأ اتحكم في حجمها اخليها كده مثلا وحاجة هنا ادوس تكة واحدة على اللون لكن شايفين ان اللون متشافش بشكل كامل فهدوس تاني تكة كمان هفضل ادوس لحد ما اللون الاحمر يتشال من العين كما احنا شايفين هو تشال هنا اهو هاجة برضو هنا هدوس تكة كده برضو متشالش هفضل ادوس تحد ما اللون الاحمر او الكلاش تشال من العين تمام كده هو تشال خلاص او من غير اي مشاكل طبعا برضو عشان تشوف الفرق او الفرق يعني الفرق قابل وبعد بتدوس على كلمة compare الفوق ديت هنا بتدوس عليها مرة واحدة بيزلك before و after هنا قابل وهنا بعد تعديل زي ما احنا شايفين لو انت عايز يعني تحفظها بتعمل save من هنا تمام وبتقول له apply تمام بيحمل معاك شوية هنا كده تستطيع حد ما يخلص تمام هو هنا برضو بيحمل هتصبر لحد ما العديد ده يخلص خلاص هنا بيقول لك التعزي والتي اقول له save هتنزلها في هنا على ديسكتوب save عشان هنا طبعا هنا موجودة في حدها اسم مختلف مثلا ديها مثلا اسم ده اقول له save تمام اوكي خلاص كده الصورة نزلت كما احنا شايفين اهيه بعد التعديل طريقة سهلة و بسيطة ما فيش فيها اي حاجة وريتك ثلاث طرق ببرنامج الفوتوشوب و برنامج الفوتو انسترومنت و الموقع اللي هو اسمه فوتر هيكون موجودين الثلاث حاجات هيكون موجودة تحت الفيديو عشان تقدر تستخدمهم يراب يكون الفيديو عجبك و يكون الموضوع سهلة و بسيطة ما تنسوش تعملوا لايك على صفحتنا على الفيسبوك وتعملوا سبسكرايب على اليوتيوب عشان يوصلك كل جديد والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته